تنضم إلينا من الخرطوم مرسلة الغتب السهام سعيد سهام أبرز ما جاء في كلمة حمدوك أو لقائه مع شبكة CNN الأمريكية وهل تمت أي ردود على هذا المقترح مقترح تحويل دور المراقبين إلى وسط نعم أهلا ومرحبا بكم مرحبا محمود رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك تحدث لي شبكة CNN ذلك في إطار الوجود الأمريكي المكثف في البنطقة في السودان على وجه الخصوص هذه الأيام بالأمس كان هناك العضوي الكونغريس في السودان ومننا نتوقع أن يأتي يوم الغد إلى الخرطوم المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلدمان إذن عبدالله حمدوك صرح لي CNN حول أهم القضايا المطروحة للساحة الآن خاصة من الفسدة النهضة وتحدث عن أن يجب أن يكون هناك اتفاق قانوني وملزم للدول الثلاث ومرضي أيضا ويراعي مصالح الدول الثلاث وذكر بأن مسألة سد النهضة هي مسألة جادة وحساسة جدا لأنها تتعلق بحياة الملايين من السودانين والمصريين أيضا لذلك لا بد من التوصل للاتفاق بشأن تحول المراقبين إلى وسطاء هذا اقتراحه السودان منذ توقف المفاوضات في جولتها الأخيرة حيث تحدث السودان عن أنه يريد وساطة رباعية للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأيضا وجود رباعي لهذه الوساطة لم يلقى صدن في إثيوبيا سيهام هذا الاختراح حتى كان في ظل طيب هل أشار حمدوك إلى ما يمكن أن يكون خيارا أخيرا أو خيارات الخرطوم الأخيرة للتعامل مع هذه الأزمة خلال هذا اللقاء نعم الخيارات الأخيرة يعني لم يتطرق إليها ولكن حديث عن أنه المسألة مسألة جادة وحديث أيضا آخر حول دائما السودان يؤكد بأننا سنصل أو يجب أن نصل إلى حلول عبر التفاوض إذن السودان يضع دائما نصب عينيه أنه التفاوض هو الذي يجب أن يوصلنا إلى نتائج وأيضا أن هذه المسألة حساسة جدا وعلى قدر كبير من الأهمية لذلك أن السودان بدأ تحركا دوليا لذلك أن هناك الآن مبعوث خاص للقرن الأفريقي من مهام الأساسية مسألة تزليل مفاوضات سد النهضة إذن السودان يمكن أن يصل بهذه المسألة لأعلى مستويات الدولية حتى يحصل على حقه في هذه المسألة الاتفاق القانوني والملزم الذي يراعي مصالحه لأن المصالح السودان تتهدد بصورة مباشرة وحياة الملايين من السودانين تتهدد بصورة مباشرة من عملية الملء الثاني دون تبادل بياناته دون وصول لاتفاق ملزم مع أثيوبيا المسألة للنسبة للسودان هي مسألة مهمة ووصلت لدرجات دولية السودان الآن يوصل إلى أعلى المراحل الدولية شكرا سيام سعيد مرسلة الغد من الخرطوم